السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا فحص أو أداة لفحص دائرة الإلكترونية سوف نفحص دائرة الكاشف الكافي المعرفة عنكم مع بعض لكن نحتاج الأدوات هذه للفحص اللي انتم شايفين قدامكم وبطارية اللي هو مصدر للطاقة دعونا نعمل الأداة والأشي وبعدين نشوف نحن عملنا بسرنجة ثقب من هون وثقب من هون كيف عملنا الثقب هذا يعني احنا صنعنا الشينيور راح تلاقوه بشاشة النهاية لهذا الفيديو اللي بديو يعرف كيف نعمل الشينيور أو أدرن خليكم معنا الآن احنا راح ندخل السلك الأحمر اللي هو الموجب ومطلعه مع الثقب هذا اللي شايفينه على السرنجة الآن احنا فوتنا بالمكان اللي بدينا اياه انا علمت طبعا الموجب والسالب هذا السالب لللد وهذا الموجب راح نربط مباشرة اللد على الطرف الموجب الثقب ثبتنا الأداء راح نربطها بالإبرة السيرنجة وخليكم حريصين من الإبرة لانه مش سهل هاي إبرة الضلية خلينا ناخده يعني المبدأ الأمان الكامل خلينا نثبتها بالتب بالتب الآن راح نعالج الجهة الثانية وراح ندخل السلك الأسود ونطلعه من الثقب هذا وخليكم معنا خطوة بخطوة أخوان الكرام طبعا حتى نكون بمصدر الأمان لازم نقص رأس الإبرة الآن حان وقت الاختبار هاي إسترونية قدامنا يعني يفترض المكثف هاي الرجل هاي المكثف واصة مع ترانزيستر هات خلينا نشوف مع بعض إذن واصة الدائرة شغالة ما في شرط عنا طيب يفترض أنه الخط الموجب هذا كله المقاومات هاي متصلة مع الخط الموجب خلينا نشوفه وشي الخط الموجب موصول صح؟ هاي موصول طيب يفترض أنه كل خط الموجب موصول موصول الرجل الموجب للمكثف 220 مايكرو فرات خلينا نشوف موصولة صحيح طيب اه احنا يعني الآن فحصنا يعني موظم النقاط نفحصهم بالأداة تبعتنا بس في شغلة مهمة خلينا نشوف اللد بقدر وحص اللد على هاي الأداة نعم بقدر وحصوه خلينا أشوف اللد بجاوب موضيء ممكن أكون عكسين خليني أجرب عشان أتأكد من صحة اللد ولا لا نعم نعم الآن فعلا اللد موضيء وهي زي ما تشايفين صالح تماما طيب الملف هذا هل هو ملفوف بشكل جيد هذا الملف الصغير الملف الصغير للكاشف الكافي خلينا نشوف موصول بشكل جيد أم لا يعني معلش إذن اللفظ صحيح وكل شيء شغال تمام كنا معنا في متابعة القناة نراكم على خير إن شاء الله دائما بصحة وسلامة ولا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا